قارونا الليلة الشيخ مصطفى إسماعيل والتلاوة لسورة لقمان ألف لا أمين إلك آيات الكتاب الحكيم أدوى رحمة للمحسن الذين يقينون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخذها هدوة وأولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقع فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكب وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبس فيها من كل ذابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبطنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من جون بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَ ذَيْنَا لُقُمَانَ وَمَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ وَاللَّهَ وَالنِيٌّ حَبِيدٌ الْبِيدُ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبنِهِ وهو يعرض يا بنائه لا تشرك بالله إن الشرك له المنظيم يا بنائه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ورصينا الإنسان بالوالديه حملته أمه وحنا ولا وهنا عملته أمه وعنا العلاو عنه وفصاله في عاما أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه ما صاحبه ما في الدنيا مغفى ووقفنا ووقفنا إنسان بوالديه حملاً هو أمه وحناً على وقت حملته أمه وحناً على وحن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المفويل وإن ذاك ألاك أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا المعروفة واتبع سبيل من أنابه لي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا مني إنها إن تكو مثقال أبس من خوضل فتكون هتكون في صحوة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بغى الله إن الله لصيف خبير إن الله لصيف خبير يا مني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانعني المنكر وفبر على ما أخابك يا مني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانعني المنكر وفبر على ما أخابك أقم الصلاة وأماكن وفبر على ما أخابك وفبر على ما أخابك وفبر على ما أخابك وفبر على ما أخابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض روحا إن الله لا يحب كل مغفال فخور واخذ في مشيك وارضب من صوتك إن أنكر الأخوات لقوت الحم ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبر عليكم وأصبر عليكم نعمه ضايرة وفاطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدين وإذا كيل له متفعوا ما آذر الله قالوا قالوا بل ما اتفعوا ما عجلنا عليه آباءنا أنا أولو كما الشيطان يهرهم إلى عذاب السويد ومن يتلم واجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوسقى ومن يتلم واجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوسقى وإلى الله عاقب الظلمون ومن كفى فلا يؤذنك ومن كفى فرغوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما واملوا ومن كفى فرغوا إلينا مرجعهم ومن كفى فرغوا إلينا مرجعهم ومن كفى فرغوا إلينا مرجعهم نمتعهم قليلا ثم نوطرهم إلى غاب النريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن الله هو الغني الحميد ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقرام والبحر يمده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن الله هو الغني الحميد ولله ما في السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقرام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة ألعر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا يكن نفس واحد ما خلقكم ولا بعثكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد الله عزيز حكيم ما خلقكم ما خلقكم ما خلقكم ما خلقكم إن الله سميع بسيط ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخرى الشمس والقمر كل يجري إلى آيال المسمى وأن الله بما يثملون خبيث ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطس مالك بأن الله وأن ما يدعون من دونه الباطل الله وأن الله وأن الله هو العليل الكبير ألم تر أن الفرك تيري في البحر بنعمة الله وأهل يريكم من آياته إن في ذلك بأس لكل صبا شكور وإذا غشيهم موج كنظل أولا جزاهم الله مخلصين له الدين جزاهم وإذا أولا جزاهم وإذا ألقا جزاهم وإذا أولا جزاهم فلما نجاهم ونجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي وارد ما راه به ولا مولود وياذ معوالي شيئا إن وعد الله حق فلا تضر أنكم الحياة الدنيا ولا يضر أنكم بالله الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري نفس ماذا تكتم غذى وما تذري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر